أكد وزير التنمية المحلية محمود شعروي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيل الشامل لكوادري وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومية لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتسمر المرحلة حتى نهاية شهر يونيو الجاري بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة استعداد للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية أضف شعروي أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تتضمن 14 دورة تدريبية منها دورتان للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرات حياة كريمة ونوابهم في الفترة من الرابع وإلى التاسع من يونيو الجاري وكذلك تشمل دورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من الرابع وحتى السابع من يونيو الجاري إضافة إلى 11 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية